مرحبا أعزائي تلاميذ الصف السادس الابتدائي ودرس جديد من سلسلة دروس اللغة الإنجليزية معكم الأستاذ صدام هاشم أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم هو يونت 5 لسن 5 أون بيج سيكستي سيكس درسنا لهذا اليوم هو اليونت الخامس الدرس الخامس الصفحة 66 من كتاب التلميذ ودرسنا بعنوان سبيس الفضاء طبعا مثل من لاحظ الدرس جميل جدا اللي هو أورسولا سيستيم نظامنا الشمسي طبعا الدرس وزاري مهم جدا سأقوم بقراءة هذا الدرس على جميع التلاميذ الإنصات إليه جيدا هناك 8 شمسات في أسوالين نظام نظامنا يoksرتهم على حماية البقراء كنظامنا نقوم بتسمع هذه البقراءة الهين مركري هو أكبر أكبر لأسوالين والذهاً تنظام الأكبر في أسوالين نظامنا الأخرى هو نواك بسضاء نواك بالمعينة كنظامنا بسضاء المنظامنا فينس هو الهاتف الأمريكي مع الأمريكي من 400 دقائق الثالث هو الأرض إنه 150 مليون كيلومتر من السن الأرض هو الأرض أمريكي لأنه هو الوضع الذي نعرفه يوجد أسر ويوجد حياة، أمريكي، أمريكي، أمريكي إنه يسمى الأرض الأرض لأنه يوجد أمريكي مرس is smaller than both Earth and Venus scientists have sent reports to Mars to take pictures and bring back soil and rocks The other four planets are Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune Jupiter is the biggest planet It is 2.5 times bigger than all the other planets put together أعزاء التلاميذ بعد أن استمعنا إلى الدرس نستمع عليه مجددا إلى الـ MP3 للاستفادة أكثر فكونوا معني Track 63 Listen and Read Our Solar System There are eight planets in our solar system They all move around our home star We call this star the Sun Mercury is the closest planet to the Sun And it is the smallest planet in our solar system The next planet is Venus It is about the same size as our planet Earth Venus is the hottest planet With temperatures of 400 degrees centigrade The third planet is Earth It is 150 million kilometers from the Sun Earth is a special planet Because it is the only one that we know has water and life Humans, animals and plants It is often called the blue planet Because there is lots of water Mars is smaller than both Earth and Venus Scientists have sent robots to Mars To take pictures And to bring back soil and rocks The other four planets are Jupiter The other four planets are Jupiter Saturn, Uranus And Neptune Jupiter is the biggest planet It is 2.5 times bigger than all the other planets put together bares noises The rubber The Kerouac This solar system First the andziel Next Three The Har In terms ofенной In بنفس حجم كوكبنا الأرض الزهرة هو الكوكب الأكثر حرارة بدرجات حرارة تصل إلى أربعمائة درجة مئوية الكوكب الثالث هو الأرض هو يبعد مئة وخمسين كيلومتر من الشمس الأرض هو كوكب مميز أو خاص بسبب أنه الكوكب الوحيد الذي يحتوي الماء والحياة الإنسان الحيوان والنباتات هو غالبا يسمى بالكوكب الأزرق بسبب وجود الكثير من الماء فيه المريخ أصغر من كل من الأرض والزهرة العلماء أرسلوا روبوتات إلى المريخ لأخذ الصور ولجلب التربة والصخور الكواكب الأربعة الأخرى هي المشتري زحل أورانوس ونبتون المشتري هو الكوكب الأكبر هو أكبر مرتان ونصف من جميع الكواكب الأخرى مجتمعة أعزاء التلاميذ أعزاء التلاميذ رح يكون درسنا لهذا اليوم هو حل التمرين الموجود بكتاب النشاط الصفحة أربعة وستين التمرين أي زائد التمرين سي طبعا كالعادة التمرين أنا حال لكم مثل ما تلاحظون عزاء التلاميذ التمرين أي write the first letter for each planet اكتب الحرف الأول لكل كوكب مثل ما تلاحظون هنا أنا عندنا هذه الكواكب ناقص الحرف الأول إذن المطلوب من عندنا نملي الكلمة المناسبة بالحرف المناسب التمرين سي انظر إلى صورة نظامنا الشمسي في الصفحة 66 من كتاب التلميذ واكتب الحرف T إذا كانت الجملة صحيحة والحرف F إذا كانت الجملة خاطئة 1 there are two suns إذن الإجابة false لأنه يقول هناك شمسان طبعا الإجابة خاطئة 2 there are eight planets الإجابة true صحيحة هناك ثمانية كواكب الإجابة صحيحة 3 the biggest planet is Saturn الإجابة false خاطئة الكوكب الأكبر هو زحل طبعا الإجابة خاطئة 4 the smallest planets are Mercury and Mars الإجابة true صحيحة أصغر الكواكب هما عطارد والمريخ طبعا الإجابة true صحيحة 5 Venus is the closest to the sun الإجابة false خاطئة كوكب الزهرة هو الأقرب إلى الشمس طبعا الإجابة خاطئة 6 Neptune is the farthest from the sun الإجابة true صحيحة Neptune هو الأبعد عن الشمس الإجابة صحيحة 7 Our planet Earth is often called the blue planet because there is lots of water طبعا الإجابة true صحيحة كوكبنا الأرض غالبا ما يطلق عليه اسم الكوكب الأزرق نظرا لوجود الكثير من المياه فيه الإجابة true صحيحة 8 Mars is often called the red planet because it looks red in the sky الإجابة true صحيحة هنا غالبا ما يطلق على المريخ بالكوكب الأحمر لأنه يبدو أحمر في السماء 9 There are two planets that start with N الإجابة false خاطئة هناك كوكبان يبدأان بالحرف N طبعا الإجابة الخاطئة لأنه كوكب واحد فقط يبدأ بالحرف N كالعادة نتعرف على مكان هذا السؤال وين يكون بالامتحان الوزاري فكونوا معي ومثل ما تلاحظون عزاء التلاميذ عدنا أسئلة الدور التمهيدي لسنة 2019 والسؤال الثالث الفرع بي النقطة رقم أربعة ونلاحظ Mercury is the closest planet to the فراغ وعدنا كلمة sun بمعنى ابن وكلمة sun بمعنى شمس طبعا الإختيار الثاني هو الصحيح لتصبح الجملة عطارد هو الأقرب كوكب إلى الشمس إذن سؤال وزاري مهم جدا على جميع التلاميذ حفظ هذا الدرس بشكل جيد اللي هو التمرين A زائد التمرين C كنت معكم معلم اللغة الإنجليزية الأستاذ صدام هاشم